تطبيقات قوتي الفعل ورد الفعل أرأيت؟ يمكنني القفز الارتفاع كبير؟ نعم، لأن الأرض تدفعك بقوة لأعلى وكيف هذا؟ لأنك لكي تقفز من الأرض لأعلى، فإنك تدفعها بقوة إلى أسفل وتؤثر الأرض بقوة رد فعل تجعلك تقفز لأعلى ولكن كيف يحدث ذلك؟ أنا لا أشعر بتحرك الأرض لأسفل لأن كتلتك صغيرة جداً بالنسبة لكتلة الأرض الكبيرة جداً ولذلك تتحرك أنت بتسارع كبير بحين أن تسارع الأرض صغير جداً يمكن إهماله إذن، فالكتلة تتناسب عكسياً مع التسارع فالجسم الكبير الكتلة تسارعه قليل والعكس صحيح ولذلك توجد صعوبة في تحريك الأرض أحسنت، فأنت تعلم أنه كلما زادت كتلة جسم زاد قصوره الذاتي كما توجد صعوبة في تغيير حالته الحركية من سكون لحركة أو العكس فما بالك بالأرض بكتلتها الكبيرة؟ حسناً، لقد فهمت، دعنا نذهب لنلعب كرة القدم انظر إلى تلك الكرة ماذا بها؟ إنها ساكنة يظل الجسم على حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته يا لها من ركلة قوية ولكن، كيف استطعت أن تجعل الكرة تنطلق بهذا التسارع الكبير؟ لأنني ركلتها بقوة كبيرة فطبقاً لقانون نيوتن الثاني فإن تسارع الكرة يتناسب ضردياً مع القوة المحصلة المؤثرة عليها هذه المرة الكرة عالية ولن تدخل المرمى لقد أحرزت هدفاً آخر فقوة الجاذبية جعلت الكرة تأخذ مساراً منحنياً وليس مستقيماً فدخلت المرمى لقد علمني مدربي أنه لا بد من صد الكرة بقوة لتغير اتجاهها أو تبطئ من سرعتها وهذا صحيح طبقاً لقانون نيوتن الثاني إن ذلك ممتع ولكن تقل سرعتك عند تصويب الكرة فلماذا؟ لأنني حين أركل الكرة أؤثر عليها بقوة فعل حتى تتحرك وتؤثره علي بقوة رد فعل فتبطئ من تسارع قدمي ولذلك إذا أزيحت الكرة من أمامي تنطلق قدمي بسرعة كبيرة وقد أسقط وهذا هو قانون نيوتن الثالث لقد قمت بصد الكرة القوية نعم وقد دفعتني الكرة للخلف بعد صدها نعم فلقد قمت أنت بالتأثير على الكرة بقوة فعل فجعلتها ترتد للخلف وأثرت هي عليك بقوة رد فعل جعلتك ترتد للوراء شاهد معي هذه الصور لإطلاق صاروخ أتعلم أن عملية إطلاق الصواريخ هي تطبيق لقانون نيوتن للحركة؟ نعم فهم يستعملون قوة الغازات المنبعثة من الصاروخ لتغيير حالته من سكون لحركة طبقا لقانون نيوتن الأول ويحسب تسارع الصاروخ عن طريق حاصل قسمة القوة المحصلة على كتلة الصاروخ طبقا لقانون نيوتن الثاني والقوة المحصلة تساوي قوة المحرك مطروحا منها وزن الصاروخ ومقاومة الهواء لحركته أتعلم أن عملية إطلاق الصاروخ تشبه عملية القفز من الأرض لأعلى؟ وكيف هذا؟ كلاهما تطبيق لقانون نيوتن الثالث إذن لابد أن يدفع جسم من مال الصاروخ طبقا لقانون نيوتن الثالث لأنه لابد من وجود جسم يؤثر على الصاروخ بقوة فعل حتى يتحرك الصاروخ بقوة رد الفعل فما هذا الجسم؟ يتمثل هذا الجسم في الغازات المندفعة من الصاروخ حيث تنطلق هذه الغازات بقوة فعل لأسفل مما يدفع الصاروخ ليتحرك بقوة رد فعل لأعلى مثل عملية انطلاق الرصاصة من البندقية فتؤثر الرصاصة على البندقية بقوة فعل عن طريق الغازات المنطلقة منها فتؤثر عليها البندقية بقوة رد فعل تدفعها للأمام ولأن كتلة الصاروخ مهملة بالنسبة للأرض لذلك يكون تسارع الصاروخ كبيرا ولكن كيف تنتج قوة الصاروخ؟ تنتج قوة الصاروخ من اندفاع الغازات الساخنة إلى الأرض شكرا لك يا عبدالله القانون الثالث لنيوتن في الحركة القوة تؤثر دائما على شكل أزواج متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه يتم تطبيق قوانين نيوتن الثلاثة في مجالات عديدة منها الرياضة وإطلاق الصواريخ